الأفضل لكي تكون هناك رقابة على قضية المهملات دي أفضل تكون السلطة دي ممنوحة له هيئة المواني البحرية والمواني ولا وزارة المالية والله هي أفضل تكون زي ما كانت في المواني هنا بيكون في رقابة أكتر؟ لا هي رقابة موجودة أي وقت حسة ولا قبيل موجودة لكن كنا نحن بنحطي بما نرى يعني فحسة الوزارة بتدي ما يرى نعم الرقابة البحرية أو الاتفاقيات الدولية مثلا قضية الباخرة اللي غرقت في بينا سواكن السبب الرئيسي حتى الآن هذه الباخرة موجودة لا قدرت تعاقب صاحب الباخرة اللي هو عباها حمولة أكثر من حمولتها ولا قدرت تستخرج تطلع الباخرة من محلها ده بيسبب إنه هيئة المواني البحرية غايبة عن كثير من الاتفاقيات الدولية الأسباب شنولي بتخلي الأوضاع دي تكون موجودة والله الباخرة دي بالذات قاعد بشيل تسعة ونص تغريبة تسعة الف ونص من الماشي فإذا بالكابتن والشركة بتاعته يزيدوا العدد يزيدوا العدد لـ 15 ألف وشوية فعزاد 6 ألف زيادة يعني تلتين تعني فالوضع بيقى الستابلتي بتاع الباخرة الاتزام بيقى مش مصبوب لأنه لقينا في الآخر يعني معلش نعتزل للكابتن لكن لقينا عنده تنوكة فاضية اتهت انت عشان تتوزن بآخر لازم انت خدتها لتنوكة تملاها في الأول بعد ذاك تملاف فراغات الفوق مضايع فما ممكن تأتهت يكون فاضي والفوق مليان تلغايا حيتكفي فطبع ما عندنا المعلومة بأنه هو فضى التنوكة لا أنا لرغابة البحرية فاذا به لما في عنده حاجة يسمى الرام كان متكع الرصيف لما هو كان ساندو لحظ ما شحن البهايم كلها لما فتح فك الحبل القدام بابون زحت الهواء كان جاي من أوفكي يعني من الرصيف لما ضغط الباخرة طلعت من الرصيف لما ضغط الحبل دي شدت الحبل رابطه فوق قام جاريته من فوق قصه يتهت فاضي فوق مليانة بيجا قلبتها كب صايد بيجا نعم فكان هي بعساكة من الظلطة لكن لا المسؤولية المسؤولية إذا كانت نقطة مليانة ما كانت أحسن طيب وين الرقابة البحرية يعني ليه ما الرقابة هي جات و يكتشفوا و ليه أساسا يسمحوا بأنه الحمولة تكون جايدة على الحمولة المكتوبة في الورق يعني دي ما برضو دي برضو لا لا هي ماذا هي مصدقة من الجهة المعنية اللي هي موجودة في الأمارات هي صدقة الشهادات الجديدة في ضعف في الرقابة البحرية لا الرقابة ما في ضغط والدليل أنه يمشي يشوفها أنت في الآخر ما عندك شهادة مستخرجة من حتة تتصل تشوفها وتأمن عليها خلاص أنت أمنت عليها براكتكال بتاعك التجرب و أنت تسأل من الأشياء معينة نعم